انا حكي لكم دلوقتي عن السايس 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 اللي بيركن العربيات في الشارع مين فينا من اللي عنده عربية ما بيعنيش من السياس ومين فينا من اللي عنده عربية ما بيتعرضش لبلطجة في بعض الاحيان من السياس وربما في بعضنا تعرض لاذى مباشر كمان من السياس مش بس بلطجة وفي فردة وانه لازم تدفع حتى لو عمانتركش حاجة وانه 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 بقوا ملوك الشوارع وملوك الباركينج وملوك الركانات ومحدش نصبهم ملوك هم اللي نصبوا نفسهم بنفسهم عن طريق احتلال الشوارع والحركات البلدي بقى اللي بتتعمل ان انت تمشي تلاقي ركنة بس يلاقي لك هتطلق حجر قد كده حجر قد كده طبعا انت هتنزل انت ولا نابس هدومك ولا نابس بدلة ولا نابس بانطرورة ولا نابسها ست محترم فستان وبتاع هتنزل تشيل الحجر ده على كتفها وتشيله عشان تركن فهو اللي بيحطت الحجر عشان الركنة تفضل محجوزة فتيجي تقول لي لو اصبح تشيل الحجر فاقوم شايل لك الحجر قوم ده فعاله مش بالحق ويحط الحجر اساسا عشان يحجز الركنة لانها مش بتاعته طالما ركنة فضية في شارع عمومي تبقى متاحة لكل الناس لكن هم احتلوا الاماكن دي واللي بيحطوا سلاسل واللي بيحطوا قمع واللي بيعجبوا كرسة ويقعد مكانهم حاجات كتير بقى انتم بتشوفوها عشان كده انا سعيد جدا ان مجلس النواب هذه الايام والنهاردة كان فيه جلسة فيه كلام عن الموضوع متعلق بيه مشروع قانون السياس تخالي حيتعمل لهم قانون لوحدهم بس انا رأيي ان ده مهم جدا جدا لانه لو انضبطت القصة بتاعت السياس والتعامل مع السياس امور كتير اوي في الشارع حتنضبط امور كتير اوي اوي القصة دلوقتي ايه اللي بيتناقش في مشروع القانون بيتناقش حاجتين اولا انه يبقى فيه رخصة اسمها رخصة سايس رخصة اسمها رخصة سايس اي حد بعد كده بعد سطور القانونية مش دلوقتي اول ما يطلع القانون في يومها هقولكو عشان نمتلي نتعامل بقى بالقانون ونقطع اي حد بعد كده يعمل علينا فردة او اتاوة اول ما القانون يطلع هيبقى فيه رخصة رخصة زي الرخصة بتاعتك بتاعت العربية اللي الزابط بيطلبها كده في الكمين حضرتك كمان بعد كده لما تلاقي سايس بيجاي بيركنك او بيمنعك بالركنة او كده او يقولك هات فلوس او فين الاستباحة او نشرب شاي او كل سنطيب ابيه كلام اللي نسمعه ده اول كما تقوله وريني رخصتك وحقك لو موركش الرخصة او معهوش رخصة ولا كا انك شايفه ده بالعكس بلغ عنه ولا كا انك شايفه وتبلغ عنه ترفع سماعة التليفون بقى حبا اقولكو ساعتها البلاغات فين سواء في قسم الشرطة ولا في الحي ولا كده هنعرف بس مين اللي مسؤول عن تطبيق القانون في النقطة دي حقولكو نبلغ مين ان فيه واحد واقف في الحتة الفنانية معهوش ترخيص ومعهوش رخصة وبيمارس فردة على المواطنين فتنزل بقى يتلم فواحد فيه رخصة الرخصة مدتها ثلاث سنوات وتجدد عند انتهاءها اتنين فيه اماكن محددة كل حي وكل محافظة هي اللي حتحدد هذه الاماكن اللي ينفع فيها الركنة وبالتالي يشتغل فيها السياس مركزين معايا كل حي وكل محافظة هو اللي هيقول هنا وهنا 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 دي اماكن بتاعة ركن او باركنج عام وينفع يشتغل هنا السياس اللي معاهم التصريح اللي احنا هنطلعها لهم لكن فيه شوارع تانية لا ينفع فيها ركنة ولا ينفع فيها سياس لو لقيت انت مكان يصلح على ركنة ركن ولو سايس طلعلك قل له يلا يا ابني من هنا تلاتة طيب فيه شروط يجب ان تتوافر في اللي هيقدم على الرخصة بتاعة السياس اه فيه واحد انه يكون تم 21 سنة ما يبقاش اقل من 21 سنة عشان ظاهرة العيال الصغيرة والعشر سنين والتنشر سنة والترتاشر سنة اللي بنشوفهم تتمنع لان دول اطفال لازم يكونوا في المدرسة مش وقفين صوبيان سياس بيلموا الغلة للمعلمين ما قدوا مالكو دي كلها يعني كده تشكيلات يعني فالولاد اللي أقلم السن ده لازم يكونوا في المدرسة بيتعلموا فلازم يكون عنده 21 سنة هدي اول شرط تاني شرط لازم يكون بيجيد القراءة والكتابة تلاتة لازم يكون معه رخصة قيادة سرية عشان لو حصل اي حاجة لو فيه عربيات عايزة تطلع هو ياخد العربية يركنها او كذا لازم يكون بيعرف يسوقه مع رخصة قيادة سرية عشان تبقى العربيات معاه فيه امان ما يخبطش العربيات ويودينا افداي اربعة عدم تعاطي المخدرات هيتعمل لهم كشف مخدرات اللي بيدرب اسبراكس على فنتاجون على هبتاجون على الحاجات اللي بتتمسك اللي بيتمسك كله يركن مش انتو بتركنوا كله هيركن بقى اي حد بيتعطى اي حاجة هيركن ومش هيتطلع له رخصة او لو هو مع رخصة هتتسحب رخصته فور اخر شرط انه ما يكونش له ثوابق في احكام او قضايا مخلة بالشرف يعني لازم يكون حد نضيف مؤتمن شريف وعايز يأكل لقمته بشرف لكن عنده تهم او قضايا او احكام نهائية في قضايا مخلة بالشرف مش هيتطلع له الرخصة واخيرا اخر شرط انه يكون ادى الخدمة العسكرية حق البلد او اعفيا منها بالشروط اللي يجب ان تتوافر في اي شخص هيروح يتقدم عشان يحصل على رخصة سايس اه ده في نقطة كمان عظمة نسيت اقول هاي عظمة انه الحي او المحافظة هي اللي هتحدد تمن الركنة هتقولولي ازاي تم ما فيه مكان غير مصبوط عشان كده الحي او المحافظة هي اللي هتحدد تمن الركنة الساحة دي في المكان ده في المحافظة دي في الحي الراقي ده او في الحي المتوسط ده او في الحي الشعبي ده او في الكذا يبقى بالتالي هنا السعر المناسب للركنة خمسة جنيه لا ده ده حي راقي شوية وفيه هنا هو كافهات خمس نجوم ومطاعم سياحية وحاجات سهر مش عارف غالي وبتاع وفي حي شعبي مش عارف ساحة بشعبي ايه لا هنا الركنة اتنين جنيه الحي هو اللي حيحدد فين وبكام بحيس ان الاخ السايز ده يبقى كل دوره ايه التحصيل بس